الوحدة إلى ربع نشاط ظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العنوان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يبرز تميز علاقات التعاون مع المغرب ويؤكد داخل البرلمان الإسباني رخاء المغرب سينعكس إجابا على ازدهار إسبانيا الحرب في غزة الهدنة مؤجلة في القطاع تحت القصف منذ نصف سنة وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة مع تهديدات إيران بالرد على استهداف مبنى قنصليتها في دمشق عيد الفطر في إشبيريا تقوص رعادات مغربية يحرس عليها مغاربة إسبانيا وضمن ملفات ظاهرة أسود الفتسال يقارعون اليوم أنجولا في افتتاح كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في الرباط الرباط بعد نسخة العيون وفي اختيار المغرب للمرة الثانية توالجا تأكيد على مكانة المغرب قارجا ضيف الملف الصحفي الرياضي محمد الرحلي وعادل السايح مدرب المنتخب الوطني الرديف الفتسال أهلا بكم صنفها بالمتميزة في كل المجالات هي العلاقات المغربية الإسبانية كما وصفها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال جلسة عامة لمجلس النواب الإسبانية يقول سانشيز إننا نرتبط بتعاون ممتاز مع المغرب هو منصة نمو مهمة للمقاولات الإسبانية ورخاء المغرب يضيف سانشيز سينعكسه على ازدهار إسبانيا يونس رفيق يفصل في كلمة بيدرو سانشيز علاقات تعاون متميزة في كافة المجالات تلك التي تجمع إسبانيا مع المملكة المغربية التأكيد جاء على لسان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي كان يتحدث يوم أمس في جلسة عامة بمجلس نواب الإسباني سانشيز ذكر بزيارته الأخيرة للمملكة المغربية في فبراير الماضي مؤكدا بأنها أعطت دينامية جديدة للعلاقات السنائية وقال سانشيز إن إسبانيا ترتبط بتعاون ممتاز مع المغرب خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمافيا الناشطة في الاتجار بالبشر التعاون يمتد أيضا إلى المجالين الثقافي والرياضي ويتجسد ذلك يقول رئيس الحكومة الإسبانية من خلال تطور شبكة معهد سيربانتيس بالمغرب وتنظيم كأس العالم لكرة القدم مع المغرب والبرتغال سنة 2030 ورحب سانشيز بتحسين التعاون في المسائل الأمنية والمالية والتجارية بين البلدين مشيرا إلى أن إسبانيا تعد الموردة التجارية الأول للمغرب الذي يشكل منصة نمو مهمة للمقاولات الإسبانية حيث يتم تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة وتدبير المياه والبنية التحتية والنقل وخلص رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن رخاء المغرب سوف ينعكس على ازدهار إسبانيا وينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة اجتماعا يتدارس طلب عضوية فلسطين كاملة في منظمة الأمم المتحدة وكانت فلسطين قد طلبت في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ولمجلس الأمن في الثاني من أبريل طالبت بتجديد نظر المجلس في طلب الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة وحسب مثاق الأمم المتحدة فإن قبول انضمام الدولة يتم بقرار النجمية العامة بأغلبية الثلثين شريطة الحصول على توصية إجابية من مجلس الأمن في هذا الشعب ويبدو أن إسرائيل وحركة حماس متمسكتين بمطالبهما إذا اقتراح هدنة في القطاع تحت الحرب لنصف سنة فيما تتزايد المخاوف من تساع رقعة الحرب في المنطقة مع تهديدات إيران بالرد على استهداف مبنى قنصليتها في دمشق عود إليك يونس رفيق ينتظر الوسطاء ردا من إسرائيل وحركة حماس على مقترحهم الأخير للتهديئة الذي يشمل إطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين في غزة فيما تتمسك إسرائيل وحماس بمطالبهما إذا اقتراح هدنة جديدة في غزة وتطالب حماس بوقف نهائي لإطلاق النار وسحب إسرائيل قواتها من غزة والسماح بعودة النازحين وزيادة تدفق المساعدات هذا وحد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس حركة حماس على الرد على مقترح تقدم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل الإفراج عن الرهائن داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياه إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر فيما يتوعد نتانياه بمواصلة الحرب حتى هزيمة حماس متمسكا بخطته بشن هجوم بري على مدينة رفح في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية دقيقة في وسط غزة خلال الليل بواسطة قوات بحرية وجوية منظمة يونيسيف أفادت بأن إحدى مركباتها التي كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة أصيبت بالدخيرة الحية أمس الأربعاء ويوم أمس أيضا أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن مقتلى ثلاثة من أبنائه في قصف جوي إسرائيلي في غزة لن يغير موقف حماس مضيفا أن المواقف ثابتة ولا تتغير بكل الأحوال وأعلنت حركة حماس أن ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية وأربعة من أحفاده قتلوا في قصف على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة حيث كانت العائلة تزور أقارب لها في أول أيام عيد الفطر هذا وتتسع المخاوف الدولية من أن تتسع رقعة الحرب في غزة إلى المنطقة بعد تهديد إيران بالرد على الهجوم على قنصليتها في دمشق نسبا إلى إسرائيل اللحظة في أنباء قائرتنا الإفريقية علق المجلس العسكري في مالي النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات حتى إشعار آخر وبذلك يفرد المجلس الحاكم في مالي قيودا إضافية على أي معارضات ويتي هذا الإجراء بعدما تجاوز العسكر تاريخ السادس والعشر من مارس الماضي والذي حدد سلفا بناء على ضغوطات مجموعة إكواس الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كموعد لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة دون أن تجر الرئاسيات في مالي في الموعد كما أسلفت ذكرى في العنوين رغم ظروف البعد عن الأهل وعن البلاد واختلاف العادات والتقاليد في بلدان المعجر يحرس مغاربة إسبانيا على الاحتفاظ بالعديد من التقوص المغربية الخالصة ولو في بلدان المعجر لطيفة بويديدا قدت أربع سنوات في إشبيليا تحرس كل سنة على تقاسم أجواء العيد مع جالية مغربية بإسبانيا يوزف لطفي أنجزا الروبرتاج في إشبيليا والمتابعة معك محمد بوبكر أجواء عيد الفطر في إشبيليا لا تخلو من ترسيخ العادات والتقاليد رغم اختلاف الثقافات بعد يوم عمل مضن وشاق تحرس لطيفة في ساعات المساء على المحافظة على عدد من العادات المتورثة أبا عن جد الوجهة مطعم مغربي لصيلة الرحم ولقاء بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة في إشبيليا أجواء تستحضر جوانب عادة من تقاليد المغرب جلسة شيء مغربية لاستحضر الود والترحاب في يوم العيد ترغمس لطيفة في الأجواء وهي تقضي العيد للمرة الرابعة هنا في إشبيليا تجسد الطقوس هنا بهذا المطعم الذي يعكس جوهر المغربي في كل تفاصيلها كان يقبل الماكلة المغربية مثلا بحل الطواجان بحل بستيلاء بحل لبروشيت بحل كسكسو وكتلوا في الأخر باش كيساليوا الماكلة كي ضروري خصي يكون آتي مع الحلويات وهنا في الريستوران بحل لرك مريح في المغرب بعد المسافات لم يمنع لطيفة من تجسيد روح التلحم والترابط العائلي أفراد الجالية المغربية المقيمة في إشبيليا يحيطون عيد الفطر بتقص الوطني الأمة تجد الكثير من العائلات المغربية مالاذها خلال عطلة عيد الفطر في المنتجعات السياحية بمدينة مراكش المنتجعات تتيح للعائلات عروضا احتفالية وسط جو عائلي مفتوح كما سنتابع معك الحسن هبان عدنان صيلاني لا تقتصر عادة المغربة في السنوات الأخيرة في عيد الفطر على زيارة الأهل والأقارب فقط بل تتجاوزه إلى قضاء العيد وأجوائه داخل المنتجعات السياحية داخل هذا الفضاء سياحي بمدينة مراكش أجواء عيد الفطر لا تزال متواصل في رمضان كنت دخلوا الكوزينة بزاف وتمارة وهذا من بعدني كيجي العيد كان بغير رتاحه وهذا فطرنا العام نجيوا لهذا الوطيل باش نقضيوا الوقت زوين وكانوا أجواء نيت ديال العيد زوينين بحال اللي راحنا في الدار كيني الناس كيني كل شي زي ما دارنا دارنا حتفال بالعيد زوين عيد الفطر جاء في هذا العطلاء وكاننا نجيوه هنا الافانتاج كنجيوه هنا للهوتل هو كيكونوا حد لوكادر وكانوا تجتمعوا الأسر والعائلات والمغربية داخل هذه المنتجعات السياحية خاصة في ظل ارتفاع منه تحوظ لدرجات الحرارة وتزامن العيد مع العطلة الأسبوعية كتعرف حالياً مدينة مراكش توافد أعداد كبيرة من المغاربة من مختلف المناطق اللي كيف ضلوا أنهم يجيوا يعيدوا في هذه الفنادق شاملة الخدمات لما توفره من أجواء دي العيد 100% مغربية كتبدا بفطور مغربي مع قناوة عيساوة ولا بطارة بالأندلوسي ونهار كامل كيكونوا ترفيه للصغر للكبر وكذلك هي فرصة للسياح اللي كيكونوا في مراكش كمدينة يعني دابة اللي والات معروفة عالمياً أنهم يكتشفوا العادات والتقاليد دينا المغربية أجواء استجمام تزينها الحلويات والتقليدية أما الأطفال فلعب واستجمام بعيداً عن أي التزامات أو واجبات مدرسية في الخبر السحي سؤال تدبير النظام الغدائي بعد شهر رمضان يستلزم حسب المختصين اتباع واجبات متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن والابتعاد طبعاً عني السكريات والدهنيات أيضاً فؤاد العزوزي محمد حشوب مضى شهر رمضان الفضيل فعاد الناس إلى نمط عيشهم العادي بعد أن يعتادوا صيام ساعات طويلة في النهار يضطرب نظام التغذية لديهم مما يستوجب الاعتدال والتوازن في الأكل درءاً لمضاعفات صحية خاصة على مستوى الجهاز الهضمي رمضان ما شاء الله تعالى بغينا نحن نغير نجوعوكاً لا أبداً هذا الجوع فيها فئل فائدة لأنها تسترح المعادة ويسترحوا بعض الأعضاء في الجسم الإنسان ولكن ما شاء معناه غير رسالة رمضان غنها بتوع المكلة يعني نخلصوا قاعدة شليمشا الله أبداً خلصناً نستمروا لأن التخمة ما مزيناش الله ما تحسب الجوع ولا بتخمة لأن المعادة هي بيت الداء كما قال الرسول عليه صلاة والسلام رمضان ما خلصنا نخلصوا بزاف ديال الوجبات بعد رمضان نحاول نقللوا شوية من الماكلة ديالنا باش نبقوا في صحة جيدة بعد شهر رمضان ينصح الأطباء والاختصاصيون باتباع نظام غذائي سليم وبعدم الإفراط في الأكل والاقتصار على وجبتين أو ثلاث وجبات تحتوي على الخضر والفواكه والمواد الغنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات وبالتالي الاستفادة من مزايا الصيام المتقطع الذي ينصح به الطب الحديث إنسان من بعد ثلاثين يوم من الصيام يلقى أن الجسم داله يلف هذا النمط للحياة يلف الصيام المتقطع لذلك الإنسان يقدر يكمل عليه يأخذ جوج الوجبات والاحتل تلصف النهار كميات محددة خصيصا للناس اللي باغين يحافظوا على الوزن دالهم ولا ينقصوا في الوزن كذلك الناس اللي عندهم اضطرابات في الأكل ولا اللي عندهم مقاومة الأنسولين ولا مشاكل في الجهاز الهضمي والعديد يستمر في نمط الصيام بعد رمضان بصيام ست من شوال بينما الجميع مطالب باتباع نظام غذائي سليم ومتوازن بالإضافة إلى ممارسة الرياضة للاستفادة من خصائص الصيام وفوائده ومكاسبه الصحية ونواصل دائما في الخبر الصحي للظاهرة لمراكز تصفية الدم على محدوديتها لها أهمية بالغة في امتصاص العدد الكبير من المردى مركز حي الرحمة بالدار البيضاء يؤمن مجانية العلاج لمردى القصور الكلوية من دوي الدخل المحدود حاصل الحمدي عزيز ماشيد بقلب حي الرحمة خرج مركز الأمل إلى الوجود قبل عشر سنوات شكل بريق أمل ونقطة تحول في حياة المرضى من الفئات المعويزة ما يتمين بينا كيزونا يدرون الدواء الحمد لله زي ما خاصنا تشي حاجة كيف ساكنة؟ ساكنة في أولاد حمد تلتظر عام ولكن دياليز كنحسبهم بناتي كنحسبهم يعني مهتمين بكم فوق نتيبة الله شاهد توفير هذا المركز في منطقة سكنية منح المرضى من مختلف الأعمار الأمل في التطبيب وبالمجان هذه المؤسسة تستهدف الناس لما عندهم إمكانيات لما توفروا على تغطية صحية التي تمكنهم من استقبل العلاج في مصاحات خاصة إذن كننفروا لهم هذا العلاج بالمجان المبادرة الوطنية كتتهتم بتكفل بأشخاص في وضعية هذه الشاشة وأيضا بقالل كتتكلف بتأهيل هذه المراكز هذه والجهيز لهم بش يكونوا على مستوى جيد جمعية الأمل لمساعدة مرضى القصوري الكلوي هي جمعية تنشط على السعيد الوطني راكمت خبرة طويلة منذ 15 سنة مقاربة تشاركة المبادرة الوطنية البشرية وصلت لها 32 مركز على مستوى المغرب الحمد لله التي تقدم خدمات تجليلة جدا هذا هو الهدف المبادرة الوطنية البشرية وتقريب الخدمات من المواطنين بالأرقام يتوفر إقليم الواصع على أربعة مراكز لتصفيت الدم يعد أكبر إقليم منحة المنسحة على مستوى الضار البيضاء الكبرى بساكنة تنهيز 550 ألف نسمة ونعبر اللحظة إلى الشق الثاني من الظاهرة وتتابعون بعد قليل كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق اليوم في الرباط الرباط بعد العيون وفي اختيار المغرب للمرة الثانية واليا تأكيد على مكانة المغرب وقدرته على احتضان مواعيد رياضية قارية كبرى وضمنا روبرتاجات الذهيرة قصر المحر معلمة آسفي ترمم حفاظا على ذاكرة عبده المغرب يجعل إفريقيا فخورة دائما بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس للنهود بكرة القدم في القرى والكلام هنا لرئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي لدى وصوله أمس إلى مطار رباط السلاة لحضور حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم داخل القاعة يقول موتسيبي هناك أوقات يكون فيها المغرب هو البلد الوحيد القادر على تنظيم بعض البطولات الإفريقية نستمع إلى باتريس موتسيبي أشكر الشعب المغربي والحكومة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الرعاية التي يوليها لكرة القدم الأفريقية كما أتقدم بجزيل الشكر لصديق فوز الأقجع على مساهمته في تطوير الكرة على مستوى القارة بصفتي رئيس الاتحاد زرت العديد من الدول وبعض من رأسائها طلبوا مني أن أشكر المغرب على توفيره للمرافق الرياضية واستقباله لعدة مباريات كما هو الحال بالنسبة لدولة ساوتومي برانسيبي والحدث اليوم قريا هو كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة تحتضنه العاصمة المغربية الرباط على مدى عشرة أيام الرباط بعد نسخة العيون وفي اختيار المغرب للمرة الثانية تواليا هو تأكيد على المكان المتميز التي تحظى بها المملكة المغربية لاحتضان مواعيد قرية كبرى أسماء سلوان ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة الرباط تتزين بثوب رياضي بهيج على مدى عشرة أيام نحن أن المغرب اليوم جائز وعمل جهودات كبيرة لن نقول أن نكون قدر من هذا المنطقة لذلك فهو جيد الحمد لله يجب أن نكون في هذه التجاهة تعزيزات أمنية مكثفة والكل معب لإنجاح هذا العرس الرياضي القاعة تاني بن ياسين وقصر الرياضات بالمراكبة الرياضية الأمير مولاي عبد الله تم تجديدهما من أجل احتضان ثمانية من أفضل المنتخبات الإفريقية بالطبع هو ترسيخ بزاف الأمور التي جاءت من بعد من المغرب وقد أتمنى أن الجمهور كامل يأتي يتفرج ويشجع الفريق الوطني الفوتسال لأنه لدينا نتائج مشريفة لتمنى أن نعود لهذه الفلسة كذلك تجهيزات رياضية وبنيات تحت يادة معايير عالية جعلت من المملكة وجهة رياضية بامتياز حيث أصبحت تحتضل أهم المسابقات القارية والدولية ويرافقنا في ملف أظهير الذي نخصصه طبعا لكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة يرافقنا في البلاتو الصحفي الرياضي رحلي أهلا بك معنا محمد الروحلي صحفي الرياضي مرحبا بك مرحبا سناء وعيد مبارك سعيد الله يبرك فيك ويرافقنا أيضا عادي السايحة مدرب المنتخب الوطني الرديف للفوتسال مرحبا بك وعيد مبارك سعيد شكرا أخت سناء عيد مبارك سعيد الجميع قبل أن نأخذ الكلمة ونأخذ النقاش تنضم إلينا من رباط أسماء سلوان التي تتابع مباركة افتتاح كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة الليلة أسماء تتواجدين في العاصمة الريباط ما هي ترتيبات افتتاح الحدث الكروي والعرس القاري اليوم في العاصمة المغربية الريباط مرحبا سناء عيد مبارك سعيد الجميع العيد عيدان اليوم سيرفع ستار على كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة الريباط تتزين بثوب رياضي جديد باحتضانها لهذه النسخة طيلة عشرة أيام القاعتان ابن يسين والقاعة التابعة للمراكبة الرياضية الأمير مولي عبد الله تم تحدثهما وتجديدهما بشكل كامل وفق معايير عالية وعالمية لاحتضان هذا العرس الكروي وقد قام موتيبي كما رأينا في تصريح له قد قام بزيارة رفقة رئيس الجامعة المالكة المغربية لكرة القدم فوزي القجع بزيارة القاعات وقد أبدع إعجابه وفخره بالمغرب الذي أصبح وجهة رياضية بامتياز باحتضانها للعديد من المنافسات القارية والعالمية بالعودة إلى الاستعدادات جارية وقد استكملت بشكل كامل فقط بعض الرتوشات التي عملوا عليها المنظمون والعاملون ومنذ وصولنا هذا الصباح إلى عاصمة الأنوار مدينة الرباط تعزيزات أمنية مكثفة والكل معبأ لإنجاح هذه النسخة ومن المرتقب أن تحضر الجماهير بكثافة فقد سيتم توفير وسائل النقل لجماهير مجانا الذين يحملون تذكر إيابا وذهبا من قصر العدالة بحي الرباط إلى القاعد شكرا لك أسماء سلوان كنت معنا مباشرة من الرباط أعود إلى ضيفي الملاف وغنبدا مع السي محمد الروحلي صحفي الرياضي استمعنا إلى أسماء سلوان الترتيبات اكتملت لعرس كروي تحتضنه اليوم الرباط على مدى عشرة أيام بعد نسخة العيون هذه المرة الرباط اختيار المغرب للمرة الثانية تواليا له أكثر من دلالة صحيح وتحصل حاصل من الدولة كالمغرب وضعت الرياضة وكورة القدم على وجه الخصوص كخيار استراتيجي وعمقها إفريقية تكرس كذلك عبدت تظاهرات رياضية تظاهرات رياضية التي دائما كان المغرب رائد فيها يلضرت بنا أحتى المؤتمرات التي كانت فيها خلافة على مستوى القارئ الأفريقية نجحت في المغرب وأخيرها كان مؤتمر الرباط وبالتالي قلت مننا المغربية عنده عمق إفريقي يكرسه مع جميع المستويات اقتصادية تنموية اجتماعية وسياسية وكذلك رياضية وهدف هي أعلن افتخار للمغرب لأنه هو المغرب حسب الإحصائيات تقدمه كأبرز مستثمر المستوى بنيات التحتياء الرياضية وليس محمد الروحلي أقف عند التصريح الذي أدل به باتريس موتسي بي لدى وصوله أمس إلى مطار الرباط قال بالحرف الواحد المغرب هو البلد الوحيد القادر على تنظيم البطولات الإفريقية والمغرب يجعل إفريقيا فخورة بنفسها صح صحيح الإفريقيا من حقها تفتخر بالمغرب لأننا قلت من المغرب أول مستثمر على المستوى البنية التحتياء الرياضية وتجهزات الرياضية يتجاوز دول غنية مستوى الإفريقي كجنب إفريقيا ونيجيريا وذلك ما كانت تؤكد فعلا أن هناك رغبة للدولة في جعل رياضة وكورت القادمة خيار استراتيجي كذلك أن المغرب أخطيرة على بعد كأس العالم بقطر بضرف وجيز أنجح كأس العالم الأندية تظاهرة مقاييس دولية قدروا من اليوم نجني ثمار رؤية ملكية أسست لبنية رياضية ولتوجه رياضي صحيح صحيح لأنه أدي أعكس كذلك رغبة ملكية سامية في وجود القطاعات وخاصة كورت القادمة قلت لنا المغرب اختار رياضة وكورت القادمة سعاد السايح مدرب المنتخب الوطني الرديف للفوتسال ما يمكن إلا أن نعترف كان واحد الإمكانيات كان اليوم بنيا رياضية وكان منتخب كان أسود الفوتسال المركز الثامن عالميا حاز على نسخة كأس إفريقيا في 2016 جنوب إفريقيا 2020 هنا في مدينة العيون اليوم 2024 قلوا الثالثة يمكن أن تكون تابتا أكيد إن شاء الله هذا هو الطموح لجميع الأطور أو حتى الناس المتتبعين للفوتسال أو المنتخب الوطني المغربي فاليوم نحن داخلين بتوب البطل ومنظمينها في البلاد فما يمكن أن نخليه ويتمشي أكدك لسيما أن المنتخب المصري سبق له أنه حرز على ثلاث نساخ سابقة فاليوم فرصة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي أنه يعدل وكتشبني الواقعية المدرب من المنتخب الوطني هشامد كيكال بالحرف الواحد أن أنجولا الخصم من المنتخب الوطني الليلة في افتتاح كأس إفريقيا للفوتسال في الرباط قال أن منتخب أنجولا ليس منتخب سهل الصحيح أن المنتخب الوطني هو الثامن عالميا وعنده رصيد وعنده إمكانيات لكن كثير من الواقعية تكلم بها هشامد كيكال وأكيد لازم يكون واقعي لأن المتتبعين اللي قراب من المنتخبات الإفريقية فكيعرفوا بشكل كبير القوة من المنتخب الأنغولي إذا هضرنا على المنتخب الأنغولي فالطاقم دياله يتشكل من طاقم بورتغالي كنا نعرف البرتغال هي الرائدة في العالم في اللعبة عنده لاعبين متمرسي اللي يمارسوا في الدوري البرتغالي واللي كي يزيد أكد هذا الكلام هذا هو أن المنتخب الأنغولي راح تلراتبات الثالثة في النسخة السابقة واستطاع أنه يحجز بطاقة بمعنى مباراة الفتزاح ماشي سهلة أكيد ماشي سهلة ومجموعة ككل المجموعة ككل اللي فيها المنتخب الوطني المغربي فهي ماشي مجموعة سهلة ولهذا نرى الواقعية والخيطة بالناخب الوطني سيهشام بدقيق فما يمكن أنه يهضر بشيلو أخرى من غير أن المباراة الفتزاحية ستكون سعيدة حتى الأسود الفتزال هم اللي يحقون نتائج مستقرة ونجاح مستقر كتعطينا هذه المسألة وهذا المعطاة كتعطينا واحدة ثقة في هذه المجموعة وهي الثقة لازم تكون لأن النتائج هي اللي خلت الجمهور أنه دائما يقول قبل لا يكون مباراة المنتخب الوطني المغربي يقولون لا نسول ما سيربحون ولكن هذه اللغة الجمهور أما اللغة الناخب الوطني مع اللاعبين فلا يمكن هذا الكلام لأن كل مباراة يجب أن نعطيه الخصم القيمة والحق لأن العناصر الوطنية يدخل أنهم فايزين بالمقابلة قبل أن يلعبوها فتقدر تكون مفاجآت تيقى زيدة تيقى زيدة ثلاثيما في الفوتصال في الفوتصال يعني عكس في الكرة كاملة خصوصا في الفوتصال لأن جزئيات بزيطة تقدر تتعيير لك المقابلة سي محمد الروحلي وسؤال أخير ونراجع الشق المتعلقة بالتجهيزات الريادية اليوم كان كأس القارية الفوتصال في المغرب في الرباط سيحتضن في 2025 كأس إفريقيا كان 2030 المونديال مع إسبانيا والبرتغال اليوم كيف يعلق سي محمد الروحلي على مغرب يحتضن مواعيد بهذا الحجم وبهذا التقل سبحانيا قبل ذلك لابد لإشارة بتجربة هشام دكيك تجربة مغربية خالصة أطور مغربية اشتغلات في عمق وفي صمت صحيح ما كلا بهرجاء ما كلا تقلاشات لوالو لا نهائيا سيلك يخدم نهائيا صراحة حتى كذلك حتى اللاعبين كنا نعطيه نحن اللاعبين الاحتراف اللاعبين المغربة برزوا هنا بطنيا ومشوك احترفوا والتالي لا بد دمت وجهة تحيال لهذه الأطور يشتغل وطور وطور وطني يشتغل في صمت بالنسبة للجهزات المغربية تجدلات في مستوى عالي وقلت مننا المغرب وضع نفسه كأول مستثمر على مستوى الجهزات تريدها في الساعة القارة الأفريقية والمغرب كذلك اختار إضافة كورة القدم كخير استراتيجي وكذلك قوى ناعم المغرب فهم دورها واننا لاحظنا الإيجابية لها المستوى القطر كيف العالم كله تحتل لها الدولة التي جاءت مغمورة عندها رسيل عندها تاريخ ولكن فاجأت العالم احتلت رتب متقدمة وخلت العالم كله تحدث على هذه البلد القادمة من إفريقيا بلد عربي استطاع أنه يبرز هذا الشكل اللافت لضرت بنا على المستوى الوطني سياح جاء والمغرب يكتشفون هذا البلد الذي فاجأ العالم وبتالي قلت بنا المغرب فهم منذ السنوات هذه الأبعاد ويقدم استثمارات مهمة لقد ترجع بالنفع على المغرب وعلى المواطن المغربي وأنا أعتقد بأن كاقتراح لابد فتح حوار وطني لإفهم الشعب المغربي كله بأن سنكون مستفيدين من التضاهرات من ابتداء المواطن العادي إلى مستثمر المغربي لابد أن ننجح هذه الأوراة الكبرى لأنها تعود بنا في المغربي شكرا لك محمد الروح لي السحفي الرياضي الشكر موصول أيضا لعادل سيح مدرب المتخب الوطني الرديف للفتسال شكرا لكم شكرا أخت سنة قصر البحر أو القلعة البرتغالية معلمة آسفي ترمم والمرحلة الأولى من الورش انطلقت لتحصين ودعم وتقوية الواجهة البحرية لقصر البحر في انتظار بناء جرف جديد حفاظا على ذاكرة عبداء سفيان بعزوي يونس صباح الشطر الأول من أشغال ترميم واجهتي معلمة قصر البحر انطلقت وستستمر على مدى ثمانية أشهر هي جزء من اتفاق بين ثلاثة قطاعات وزارية ومؤسسة منتخبة للنعوض بيذ البناية التاريخية المصنفة بظاهر سلطاني في العام 1922 أشغال ستشمل الواجهة الشمالية الشرقية من الحصن البرتغالي وستصل الأشغال إلى حدود تقريبا ثمانية أشهر وستشمل الواجهة الداخلية الأسوار بما فيها الأبواب والأبراج الكبرى المتواجدة في هذا الرقم بفعل الأمواج المتلاطمة تعرض قصر البحر لانهيارات وتصدعات وأغرق في وجه الشارع المسفوية المراحل المتبقية من أشغال الترميم لن تكتب لدون بناء جرف أموني فالسخرة التي بني عليها القصر لم تعد تقوى على الصمود في مواجهة الأمواج هذا الشطر الأول يهدف إلى ترميم الواجهتين الشمالية وشرقية المطلة على المدينة العتيقة وهو كتدخل استباقي في انتظار أن يتم تدعيم الواجهة البحرية واستكمال ترميم المعلامة القلعة البرتغالية عمرها يزيد عن 500 سنة ترميمها وإعادة فتحها في وجه الزوار والسياح سيخلق دينامية اقتصادية وسياحية لمدينة أسفي التي انتظرت لسنوات ترميم وصيانة معالمها التاريخية العتيقة وعلى قناتكم الليلة العدد الأول من بصمة وبصمة برنامج إخباري شهري جديد على قناتكم الثانية يقتفي خطوات النجاح والتميز عبر قصص ملهمة تألق فيها مغاربة هنا داخل الوطن وخارجه يعد ويقدم بصمة الزميل عادل بن موسى والعدد الأول الليلة ابتداء من العاشرة مساء نحاول ما أمكن أننا نخلي الآفار دينا والبصمة دينا وضعنا البصمة دينا في هذا المجل نخلي البصمة التاريخية من سواعد دي الشباب البصمة دينا هي منك تفرح الناس وضعنا مصبأ ولو أن هي بصمة معنوية دخلت البصمة دي هذا المشروع دخلت للتاريخ وفي الختام نذكر بالخبر الأبرز في نشرة الظهيرة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يتحدث ويفصل في علاقات التعاون المتميزة مع المغرب ويضيف داخل البرلمان الإسبانية رخاء المغرب سينعكس إجابا على ازدهار إسبانيا كان الخبر الأبرز في الظهيرة نشرتنا الإخبارية انتهت المعيد الإخباري القادم أمازيغي أفوسواغ الليلة مع إحسان بن بلو والمسائية في التاسعة إلا ربع مع زكريا إتاب المجيد غدا بإذن الله ترافقكم في الظهيرة زهر إيتيحل شكرا على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر